تعكس العلاقات المصرية البحرينية تاريخا مشتركا وروابط وثيقة متأصلة بين البلدين من شأنها أن تهيئ على الدوام لأفاق جديدة في التعاون والتنصيق الثنائي المشترك ترتكز العلاقات بين مصر والبحرين على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصرية المشتركة على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية هذا ما ترتكز عليه العلاقات بين مصر والبحرين إزاء القضايا المشتركة والتي يتفاعل فيها البلدان مع محيطهم الجغرافي والجيوستراتيجي الهام والمؤثر فمصر كانت سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طواد تاريخها حيث كانت من أوائل الدول التي صارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم بلغت العلاقات بين البلدين أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف حيث يتميز عهد الرئيس السيسي بأنه أكثر الفترات التاريخية ازدهاراً بعلاقات مصر بالبحرين والخليق العربي ففي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتصارع في مبريات الأحداث أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومسندتهم للآخر في مواجهة مختلف التحديات والتعاون المشترك في شتى المجالات كما أن القيادة السياسية للبلدين تضاحم الجهود الرامية إلى التوصل إلى الحلول السياسية الدائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتنصيخ الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وطنظماته ومنح تمويله وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار إذن فالعلاقات بين القاهرة والمنامة تنطلق من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة بضلاً عن دعمهما لنضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كما حرصت القيادتان بشكل دائم على إبداء وتقديم مواقف الدعم والتضامن مع المواقف والقرارات المصيرية والقضايا العادلة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم